مساء الخير كيف كونسو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير ما هي أهم المعلومات عن ترامدول؟ هل تعلم أن الترامدول يقوم بتغليف القنوات العصبية التي تقوم بتوصيل الإشارات الناتجة عن أي أضرار أو آلام في الجسم إلى المخ؟ أي أن الترامدول ليس منشطا كما يدعي الجاهلون وإنما هو عازل لمراكز الإحساس بالألم؟ تخيل أن الأجزاء المصابة بالبدن ترسل إلى المخ إشارة استغاثة حتى تشعر بها وتقوم بعلاجها في وقت مبكر ولكن الترامدول يعمل على عدم وصول تلك الاستغاثة إلى المخ وبدلا من علاجها تقوم بالضغط عليها دون أن تشعر ولذلك تجد أن مدمنين ترامدول يأملون أن يتخلصوا منه ولكنهم غيروا قادرين على ذلك فبمجرد الامتناع عنه تصل المئات من إشارات الاستغاثة إلى المخ في وقت واحد مما يجعلك تشعر بألام مبرحة تحاس حالك تعباني كثير التي بدأت بالظهور مع امتناعك عن تناول ترامدول ترامدول يعطر للمراكز الإحساس في الجسم بالكامل ليس فقط الإحساس بالألم وإنما الإحساس بكل شيء فيطغى على ذلك شخصية مدمنة ترامدول فتجده كالجماد لا يشعر بشيء ولا يدرك ما هو مقدم عليه ويتكلم دون أن يشعر ولا يهبه للجميع فهو في عزلة فهو في عزلة عن الإحساس بمن حوله تماما سيكلفك التخلص من هذا العقار عشر أيام فقط الخروج من عنق زجاجة الترامدول وستشعر بعدها بكأنك كنت اللي سمح الله وقد أحياك الله ربنا من جديد إذن لازم ننتبه على الترامدول ولازم ما ناخده بشكل عشوائي هات كان الفيديو الخاص بالترامدول إن عجبكم الفيديو عملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس إن ما عجبكم بتمنا تعملوا ديش لايك